السلام عليكم جميعاً كيف تكون شو أخباركم؟ طمنوني عنكم هذا المقطع جداً جداً مهم ورح نفتح فيه بيك شوية ذكريات رح نشوف قديش السينما مهمة ورح نشوف أفلام ومسلسلات قديمة كيف كانت شو الروح اللي فيها شو الأفكار اللي فيها شو كنا نستفيد منها ورح أفرجيكم النمازج سلبية للأسف ومدمرة من الأفلام ومسلسلات اللي عم تنعرض اليوم فهيك رح ندردش مع بعض وانتو طبعاً بتحكمه الناس اللي بتفكر أن السينما هي مجرد للتسليه هذا غلط السينما هي سلاح فتاك سلاح بيد الحكومات والسياسيين بيقدروا يمروا من خلاله أجندات وبيقدروا يغيروا من خلاله المجتمعات يعني إذا بتسألوا يمكن إذا حد عنده جده أو ستك عايشين اسألهم زمان أول ما بدأت الأفلام تطلع كان المجتمع محافظ جداً بس كان يطلع بالأفلام يفوتوا مثلاً راقصة كانوا معظمهم يجيبوهم من مصر مثلاً يجيبوهم من دولة تانية يكونوا مثلاً هني أصلاً يونانيين أو مثلاً يهود أو كذا فكان يطلعوا بشكل يعني شبه عاري فكانت الناس تقول والله هدولي هني مش مصريين وهذا بس على التلفزيون وهي الأمور بعدها بعشر سنوات شوفوا كيف صارت المجتمعات صارت صار شي طبيعي صار رأسات هلأ في ناس بالعرس تبعهم يجيبوا رأسة للأسف وصارت القسم كبير من الصبايا صار يطلعوا بالشارع بلباس دية أو لباس متعرّة فاللي بتشوفوا بالإعلام رح يتحول للمجتمع يعني تأكد من هاي الفكرة كل شيء بتشوفوا بالإعلام قدامك قد يبدو غريب كفكرة غريبة عم بطرحها الإعلام تأكد إنه إذا تم السماح لإلها إنه المجتمع يشوفها يشاهدها بشكل مستمر تأكد إنه بعد عشر سنوات عشرين سنة رح تصير على أرض الواقع يعني مثال لو تم الترويج لفكرة المثلية الجنسية بالدول العربية تأكد إنه هذا الشيء رح تشوفه بعد عشرين سنة بها لذلك لو تم الترويج لفكرة إنه المرأة تكون مسترجلة وبتخانق وصوت عالي وهذا الشيء تأكد رح يزير بالمجتمع لو تم الترويج للطلاق لو تم الترويج لأفكار ما بتشبهنا للإلحاد هذا كله كله رح تشوفه بالمجتمع إن تم السماح فهذا خطر يهدد المجتمعات ما تفكر إنه الإعلام هو شيء بسيط أبداً هو سلاح فتاك طيب هذا مثال عن مسلسل اللي هو طبعاً معروف جداً لأن أعيش في جلباب أبي وطبعاً نور الشريف وغيره عملوا مسلسلات كثير على هذا النمط مثل مثلاً محمود عبد العزيز اللي ما عمل محمود المصري لما روح على اليونان وبصير غني وبتعرض لكل مشاكل وكذلك الشيء اللي بدي أحكيه أنا يا جماعة بهاي المسلسلات طبعاً ما في حدفين اللي كان يحضرها لما كنا صغار وكنا نحبها كثير وكذا لأنه كانت أول شيء واقعي اليوم في قسم كبير من الأفلام ومسلسلات أصلاً هي مش واقعية هي أفكار ما بتشبهنا أصلاً ولا بتمثل المجتمع ما إحنا عايشينه بيجيبولك إيها من بره وبيطبولك إيها بمجتمعك فهاي المسلسلات كانت واقعية جداً كان فيها مفهوم الأسرة مفهوم الأسرة المترابطة إنه الأب والأم وعادةً بيكون مثلاً الأب بيشتغل الأم بتكون ما بتشتغل مثلاً الأب بفرجيك بيكون نفسه من الصفر من تحت الصفر حتى بيبدأ بناضل وبيكافح وا 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 طبعاً أنا مش ضد أن المرأة تشتغل ولكن بشكل يكون مش على حسابي العيلة ومش بشكل أنه يكون فيه ندية بينه وبين الرجل لا بيكون فيه تفاهم بس بشكل عام هاي المسلسلات بتشبهنا كتير كانت بهذاك الزمن إنه كان هو فعلاً الأسرة كانت هيك كان الأب بيشتغل والأم مثلاً بيضير بالعلى على الولد كانوا بيخلفوا كتير لاحظوا عنده كذا ولد كان المسلسل بيركز على مشاكل الأسرة وعلى كيف الإنسان بيحقق ذاته وهي شيء جداً مهمة بمجتمعاتنا وإحنا بنعاني مننا دائماً وبعدنا لليوم بنعاني مننا إنه إحنا مجتمعاتنا بشكل عام فقيرة في عنا فقر يعني الشخص إذا ما كافح واجتهد وكذا ما بيوصل فهو مفرجيك الولد يلي بيكون مثلاً ما بده يكون بيشبه أبوه أو مثلاً هو متعلم أبوه مش متعلم ولكن أبوه غني بس مش متعلم أبوه بس عنده فلوس كتير أنه إنت أبوك جاهل مع أنه أبوه غني فالمسلثة اللي بيفرجيك أنه النجاح إلوك كذا طريقة بيفرجيك أنه إنت أبداً مش غلط تشتغل مع أبوك إذا أبوك كان إنسان زكي وإنسان عنده خبرة بالحياة بيفرجيك الإمرأة المحترمة الإمرأة الصالحة اللي بتبني أسرة وتدير بالها على البيت وبتحب الرجل على شخصيته على اجتهاد ومش على فلوسه يعني هي لما عبلة كامل لما حبت نور الشريف كان مفلس ما كان عنده شي كان مفلس مفلس يعني وساعدته وقفت معه المرة القدعة اللي بتصون زوجة وتصون العيلة بيفرجيك أنه إنسان الطيب هون لهذا الحق سردينة اللي كان محترم جداً 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 وسمح لغيره اللي هو نور الشريف إنه يبني نفسه في ناس اليوم بيحب هو يأكل وبيحب يحب يحضي يأكل غيره أنا ومن بعد الطفان لا هذا الإنسان كان نظيف جداً حتى إنه كان يوقف ضد ابنه اللي هو مصطفى متولي حتى يرحمه ضد ابنه وعشان ما يظلمه الشاب المسكين اللي كان بعضه بأول حياته اللي هو نور الشريف نفس الشي بحرجيك بيحكي عن مشاكل الأسرة علاقة الإخوات ببعضهم المسلسل رائع جداً وفيه أفكار حلوة وواقعي وبتستفيد منه وبعطيك يعني بعطيك هيك فرح حزن بتشوف الأعراس بتشوف الكذا بتشوف يعني حلو حلو كتير من المسلسل فهذاً هذا أول مسلسل معنا اليوم حبيت أحكي عنه اللي هو مميز جداً ومثل ما قلت فيه مسلسلات كتير صارت بمصر عملها محمود عبدالعزيز وعملوها ناس تانين خليكم معي شوي الفيلم الثاني اللي حبيت أحكي عنه كمان رائع جداً اللي هو صعيدي في الجامعة الأمريكية طبعاً كل الناس بتعارفو فيلم مميز جداً ما بينتسلها هلأ إن كان بالأغانية اللي فيه إن كان بي يعني أنا بحب له أغنية ولا بنخاف من الدنيا في حالها الأغانية اللي بغنيهم محمد هيندي اللي فيهون هيك مراح اللي هني تعايد فيرزاتشي وكذا بفرجيكم من الطالب اللي بيكون من الصعيد اللي كل رأس ماله هو اجتهاد ونشاطر بالجامعة أبو اللي معه فلوسه ولكنه راقل صعيدي من الفلاحين الاختلاف في المجتمع بفرجيكم كيف نظرت الجامعة الأمريكية وطلابها الأغنياء للإنسان اللي جاي من الصعيد اللي هو قد يكون أسكى منهم ولكن هني بس بي بيشوفوا حالهم عليه لأنه فقط هو أفقر منهم أو لأنه هو جاي من الصعيد بفرجيكم هاي البنت اللي هي منه زكي كيف تحبه لمحمد هنيدي لأنه قدع وشاطر ومتواضع فرجيكم هون هدول الاثنين أحمد سقا كيف أنه الصحوبية القدع صاحب قدع بيكون الزواج مع واحدة مسلمة أخوها مثلا متشدد كيف بيكون فاهمة الدنيا غلط وبعدين بيقبل بالزواج الفيلم جدا جميل فرجيكم فيه مزح فيه مراح فيه مشاكل علاقة الأب بالأب بابنه حيات الجامعة ما تكون أنت طالب من غير جاي ببيئة تاني شو المشاكل بتواجهك الفيلم جدا 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 رائع فهي كانت أفلام ومسلسلات تحس يا أخي بتعطيك هيك فيها فيها قيمة فيها بتطلع منه مبسوط مبسوط واستفدت أخذت خبرات وشفت هيك ناس وتشوف شخصيات مختلفة بتحس أنه هو مسلسل أو فيلم واقعي بيحكي شغلات واقعية هذا الفيلم عسل أسود من أحلى الأفلام اللي عملها أحمد حلمي صراحة وبين معه طبعا أدوارد بين معه لطف لبيب الفيلم جميل 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 جدا بيحكي عن كيف الشخص اللي يكون عربي ومولود بأمريكا مثلا بدولة غربية وبعمره ما يجع على بلده ولكنه بيحبها وبس يرجع يجع على بلده خاصة بمصر يعني الفيلم بيحكي كيف يعملوه لما يكون معه والجواز السفر المصري وكيف يعملوه لما يكون معه الجواز السفر الأمريكي والتناقضات بالمجتمع والمشاكل والشغلات يلي سيئة ببلادنا بس نفس الوقت عن الشغلات الإيجابية كمان ببلادنا الفيلم جدا جدا جميل وفيه مراح تنبسطه فيه كتير الفيلم رائع أعز الأسواد لأحمد حلمي أنا كتير حبيته ومن الشغلات الحلوة جدا بهذا الفيلم أنه بفرجيك أنه كيف فيه ناس عندنا نحن للأسف عندها نظرة سلبية وضعف ثقة بالنفس يعني دائما بنشوف الغريب أنه هو أحسن مننا نشوف الدول الغربية أحسن مننا عنا عقدة الأجنبي يعني بنحاول دائما أنه نحن نحكي أجنبي نحكي كذا مع أنه هاي الأمور كلها ما إلها قيمة الإنسان قيمته جواته هو بصنع قيمته بنفسه ما دخل أنه أنت جاي معك جواز أجنبي أو جواز عربي هذا الشي ما دخله أنت هو أنت من الأفلام يلي جدا جدا جميلة هو همام في أمستردام الفيلم رائح جدا بفرجيك قصة الشاب المصري يلي بيكافح بالتسعينات مثلا وبيحاول يجمع فلوس لحتى يقدر يهاجر على هولندا وكيف يتعب بهولندا ومش مثل مكان يفكر أنه حيروح يلاقي فلوس بالشارع أو أنه كل النساء تحبك لا هذا كلام وهمي طلع ومن الصفر بدأ وكوّن نفسه لآخر شي يحقق الحلم تبعه يلي اشترى المطعم يلي كان بده إياه وقصة هون الشاب العربي أحمد يلي بيكون قدع يلي صحيح أنه عايش بأوروبا ومتزوج واحدة بتكون هولندية ولكنه قدع وعنده بعضه المبادئ والقيام العربية وعنده النخوة يعني بيساعد غيره وبيوقف معه محمد هناك كتير الفيلم جدا جميل وواقعي بيحكي قصة بيتفرجيك فعلا بهذاك الوقت كيف كانت يعني كانت هاي هموم الشباب إنه أنا كيف بدأ أطلع وأسأكون نفسي والهجرة وشو ممكن ألاقي صعوبات وكمان فيه قصة جانبية بالفيلم بيكون هذا هنيدي الشاب عربي مسلم بيكون بيشتغل بالمطعم وبيكون شخص اللي فوقه صهيوني فكمان بيذكر قضية فلسطين وكيف بيصير فيها تاك يعمل له مشاكل الفيلم جدا جدا جميل ومتما قلت واقعي وفيه مشاعر حقيقية وتنبسطه فيه كتير من الأفلام يلي أنا بحبك جدا 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 وطبعا بحب تمثيل أحمد عز جدا لأنه إنسان موهوب وبيتحب على أفلامه وعلى مزلسلاته وعلى اختيار الأعمال اللي يبدو يشارك فيها الفيلم فيه أحمد عز فيه نور الشريف طبعا الله يرحبه قبل ما يموت كان بعضه بتمثيله وبيعزه يعني صلاح العبد الله أعتقد اسمه تمثيله جدا حلو الفيلم رائع 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 وفيه أفكار حلوة بيكون نور شريف عامل حاله ضابط وبيحكي بطريقة أنه عجل بيقنعك أنه هو ضابط ولكنه بيطلع أكبر مزور بالبلد بيكون اسمه عادل عرابي أعتقد وبيكون أحمد عز بأول فيلم عنده بيكون نصاب حرامي ولكنه بدي يتوب وبيدي يخلص فبيمسكوه بآخر عملية يعني بيعملها فبيفوت على الحبس مؤبد فبيجي نور الشريف بفوت على الحبس وبيطلعه عساس أنه هو ضابط ولكنه بيكون حقيقة موش ضابط وبيكون مزور وبيصير يشغله عنده عساس أنه عم يشتغل عند الدولة وبيصير يتحك عليه ويشغله يعمل له عمليات وكذا وآخر شي بعدين بس أحمد عز يستخلص يعدزل يعني بيقول لهنا خلص بطل بدي ويلا روح على الكويت روح على الكويت هو وبس يرجع بيصير عنده معرض سيارات وبيصير معروف وكذا فبيرجع له النور الشريف مرة ثانية ويودي يشغله عنده وبيرفض وبيصير فيه بيناتهم مشاكل كتير لآخر شي يكتشف أنه هذا نصاب بس يروح يشتك علينا الدولة وبيقتله آخر شي أحمد عز بيقتله النور الشريف بعد ما يكونوا أتلوه وابنه الفيلم جدا حلو فيه مشاعر وفيه أفكار حلوة والتمسيل إبداعا صراحة يعني فهذا فيلم من الأفلام اللي بنصحكم نحضروها جميل جدا بنيجي اليوم لآخر يعني مسلسل بلحكي عنه بالنموذج الإيجابي بعد هيك رح أفوت هلأ على الأفلام مسلسلات السلبية جدا واللي أنا صراحة جدا متأنتقدها يعني ولكن هذا المسلسل حبيته كتير فيه جزئين جميل جدا 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 وبيعطيك جو من السعادة والمرح يعني أنت عمد نحضره بتحس حالك طوالوقت مبسوط ماجد الكدواني مبدع جدا بفلم وقلبه طيب وبكون عنده مرض الكانسر وبتكون هاي بنته ولكن ما بتكون هي أو هو ما بيعرف وهي ما بتعرف بعدين طبعا بيقولوله تمثيله رائع جدا الكدواني بهذا المسلسل الشخص الطيب المزوح بيساعد الكل وكذا كتير المسلسل حلو هذا الشاب مبدع جدا رائع ولكنه بيعطي دايما افهات حلوة ونظلك فتحك انت وقعد عن تسمعه البنت هون كمان مغددور كويسة وبشوشة وطيبة وبتحب العيل وهكذا هذا الشاب بتزوج هاي البنت هاي البنت رح أحكي عنها بعد شوان أنه مغددور سيء جدا بمسلسل ثاني هون عنا بكون اسمه إبراهيم أعتقد ومرته هاي بتكون أخته لماجل كدواني كمان بتضحك وقلبه طيب ومشاعره مرهفة بتبكي بسرعة بتضحك بسرعة وهذا الرجل كمان جدا جدا دوره حلو وهدول الاتنين بكونوا مش كتير يعني اللي هون دور يعني هيك خفيف المهم المسلسل جدا حلو بيعطيك الشعور بالسعادة بيحكي جو الأسرة بيهرجيك الأسرة الحلوة اللي بتساعد بعضها يعني بتخافع بعضها تزعل لما حدا يمرض لما نشوف لما يمرض ماجل كدواني كيف كلهم بيزعلوا بصيروا يقرؤوا له غرآن ويصلولوا كيف هي بتوقف مع خالها لما يكون معرض لأزمة بتساعدوا بس تعرف أنه عنده أزمة الفيلم جميل 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 وما فيه أبدا لا مناظر قبيحة ولا مشاهد جنسية وما فيه لا خداع ولا كذب ولا هاي المشاعر السلبية اللي نضلن طوال وقت صاروا بحطوناها بوجنا لا بالعكس بفرجك جو الحلو أنك أنت تحب أسرتك أنك تسامح إذا حدا غلط إحنا بشر نوقف مع بعض بنسمع بعض نفهم مع بعض ونمزح مع بعض بشكل دائم وهكذا الفيلم جدا جدا المسلسل جدا جميل صراحة أنت عبدا نضرت حس حالك إنه شو مبسوط منيجه لنمازج السلبية اللي حبيت أحكي عنها اليوم طبعا مليان 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 أفلام ومسلسلات معبية الشاشات عندنا للأسف كلهم لنشر الأفكار السلبية تحديم المجتمعات ولنشر التفاهة والسطحية فللأسف هذا الشي يعني يغزو التلفزيون العربي والمسلم للأسف فبس أخدت أنا بعض الأمثلة هذا أول مثال من فيلم اسمه زيكو أو من أجل زيكو الفيلم يعني غريب جدا وتافح جدا صراحة يعني الفيلم يعني الفكرة اللي دحكي عنها السلبية هي إنه طول الفيلم هدول الأهل اللي عم بيحاولوا حلم الولد إنه يكون يشارك بمسابقة عالمية إنه هو يعني ولد النابغة وعبقرة فآخر شي يعني كل هالفترة هاي بظلق أنت عم بتتابع معهم آخر شي بيطلع شو إنه هذا الولد بفوت على المسابقة وبيطلع ما بيعرف إشي بيطلع جاهل يعني ولا شي قدام الأطفال التانيين اللي بيفهمو ولكنه فجأة بيوقف بآخر المشهد بقول لك إنه أنا صحيح أنا ما بعرف أجاوب على هاي الأسئلة كلها ولكن أنا ما هي مشكلة أبداً لإني أنا بعرف أغني وبعضين بيطلع بيغني لك الغزالة ريئة وبصير وبتنزل الرقاصة وبتنزل مش عارف شو والدنيا حلوة وبس يعني فيلم تافه جداً بيفرجيك إنه مش مهم أبداً أنت تكون تفهم أو تكون متعلم ممك تعرف تغني أو بتعرف ترقص للأسف يعني فيلم ولا أبيخ من هيك ولا أدفع من هيك هاي أول أول فيلم حبيت أحكي عنه اليوم المسلسل الثاني اللي بيحكي عنه هو هذا جوقة عزيزة اللي أنا صدقاً ما حضرته أصلاً بس شفت النقد تبعه وأنا ما بحب أحضر لك مسلسلات أبداً ولكن اللي قدرت أفهمه إنه هو مسلسل يعني أنت عم تععد تقضي فترة المسلسل كلها لا تعيش أيام يعني يعني تعيش مع واحدة راقصة رقاصة يعني يعني هي البطلة الرقاصة بطلة وأنت بتعيش أيام واحدة رقاصة شفت تخيل أنت شو ممكن يطلع لك بأيام واحدة رقاصة يعني يوم مع طبيب مثلاً أو تعني عيش يوم أو شهر مع طبيب بيصير يغذك معه على العملية تتشوف تتعلم يحكيك عن الأمراض يحكيك عن الأذوي أما يوم مع رقاصة شو بدك تشوف فتخيل أنت وهون طبعاً صورة الغلاف الرجل طبال همشي شوار به طبعاً وعندك أنت شو البطل هي الرقاصة لأنه صارت هي شخصيات المهمة بهذا المجتمع الرقاصة واللي بتغني واللي بتطبل وهكذا فتخيل أنت تفاهد هاي المسلسلات نقعد شهر كامل عشان تشوف واحدة رقاصة شو عم تعمل شو بدك تكون عم تعمل يعني يوم شفافة يوم خدودة يوم كذا الفيلم التالي بتحكي عنه هو نادر رجال السري فيلم غريب عجيب فكرته كلها بس أنه كيف الرجل بلاقي طريقة ليخون مرته تخيلوا بس التفاهة يعني أنا صراحة أنا كريع عبد العزيز وماجد الكدواني كتير زعلان أنه هني حطوا حالهم بهك فيلم وطبعاً في معاهم نسرين طافش اللي كنا عم نحكي عنها بالشوية الرقاصة فيلم تافح جداً وما فيه أبداً فكرة وبس الهدف أنه أنت كيف تخون مرتك العاملين نادي لا يلاقوا الطرق حتى يخليك تهرب من أنه مرتك ما تكشفك شوفوا التفاهة ويفرجوا أنه دائماً الرجل هو اللي بيخون وهكذا هاي طبعاً نسمعه كتير من حركاتنا سوية أنه الرجل دائماً بيخون على أساس أنه الرجل بيخون مع مين مع شي حيوان ما هو بيخون مع امرأة يعني مثل ما الرجل خائن ما المرأة كمان خائن فهنا بتقول لا بروح بيخون دائماً بالرجل بالمهم الفيلم تافح جداً وسطح جداً وما بينحضر أبداً المسلسل التالي اللي معنا هو التمن مسلسل بعضه هلأ عم يعرض فأنا ما حضرته كله أساساً هو مش سيء المسلسل يعني فيه بنحضر يعني ولكن فيه شي أنا بكره بالمسلسلات الجديدة اللي هي ظهرت كثير تركز على فكرة أنه الرجال بتقول دائماً بروك دورة واحدة يعني نفس المرأة فيه كذا واحد بدون إياها بحسسوك أنه هاي الأمرأة أو المرأة هاي هي مخلوق سحري أو مخلوق جاي من كوكب آخر وكل الناس بتحكي معه ومش عارفين بديوا يحكوا معه وهذا كله أمراض نفسية الرجل بقول لأ الأمرأة هنه مخلوقات عادية الأمرأة عادية مخلوق عادية بحاجة لأنه إنسان يحكي معها يسأل عنها يعملها بالمنيح وتبني علاقة سليمة فما بعرف لاش بيصوروا دايماً أفكار يعني درجة أنه السيد باس الخياط دفع 200 ألف دولار لينام معها ليلة ويرجع من بعض عرض عليها كمان 300 ألف دولار لينام معها ليلة تاني بس ما إبلت بعدين بصير يحبها التخلف وأمراض نفسية ومش فاهم يعني إنه هي أمرأة مثل مثل أي أمرأة تاني فغريب يعني كل أمرأة بالعالم هي مخلوق عادية عاملها بشكل طبيعي ومنطقي فبتبني علاقة سليمة فالمسلسل غريب عجيب يعني بهاي الفكرة إنه كل هاي بيصيروا بدون يحكوا معاها غريب بعدين واحد بيعرف إن واحد مثلاً محجوزي بيضلوا التاني بدوا يحكي معاها يعني شيء غريب جدا بنجي لهذا المسلسل اللي هو ما له علاقة بالواقع أبداً لا هذول الرجال بيشبهونا ولا هذول النساء النساء اللي إحنا بنشوفهم بحياتنا العادية مش عارف ممن جايبينهم جايبينهم من كل هذول جايين من مجتمع آخر ومن كوكب آخر وجايين يسقطوهم على مجتمعاتنا العربية المسلسل فيه كتير مشاكل أول شيء بفرجيك إنه هو بيحكي المسلسل من منظور النساء النساء هن الأبطال والرجال هن أقزام أو لواعق يعني فدائماً هاي الحي عم نشوف إنه فكرة النسوية عم تنتشر بمسلسلاتنا دائماً بفرجيك المراهية البطلة المراهية الكذا هاي المسيطرة هاي الكذا طيب هون مفرجيك إنه عندك ثلاث أصدقاء بيكون مرفقات للمين لكاريس بشار هذول الثلاثة من أوسخ ما يكون أوسخ المخلوقات اللي ممكن تشوفهم تقبلهم بحياتك فيهم واحدة نص نص هاي بس هذول الثلاثين ولا أقبح من هيك ولا أوسخ من هيك يعني مستحيل تلاقي مخلوقات ألأة من هيك أو أكيد من هيك يعني كمية كد نفس الشي هي هاي برضو مش قليلة كاريس بشار وهي تعرضت لظلم ولكن صارت أقبح منهم عندك هذا الممثل وهذا الممثل وهذا الممثل الثلاثة بيحبوا كاريس بشار بيموتوا عليها فدائما نشوف إنه مفرجوك الرجال يعني مثل كلاب جنس أو إنه دائما المرأة مخلوق سحري وفي كل الشباب عم تركض وراها ليش مش فهم ليش ما بيكون في علاقات سوية علاقات سليمة إنه هي بدي إياه هو بدي إياها وفي علاقة كويسة لا بفرجوك دائما إنه الرجل تافه وبعد بيلاقي أسباب يعني بايخة جدا ليحكي معها كلمة وبيطلع تافه جدا فهي بتطلع فيه نظرة إنه أنت تافه عشان تعطي الصورة إنه الرجل تافه والإمرأة هي الكائن الأسطوري فهاي هاي واحدة من أفكار السيئة جدا بالمسلسل كمان بفرجوك إنه هذا الرجل بيخون مرته هذا بيخون مرته أو بيتمنى يخونه مع هاي ونفس الشي هذا بيخون مرته مع هاي وهذا كمان عنده نفس الموضوع الشغلة سيئة جدا من المسلسل بفرجيك إنه كريس بشار اللي بتكون دكتورة بيكون السكرتير تبعها أو اللي اللي بننظم لها وقاتها بالعيادة بيكون شخص مثلي يعني معطيك صورة عنه إنه مثلي وحركات إيديه وحركات وجه وكلامه هو مثلي ولكنها تحطيته يعني موظف عنده وهو اللي بدير لها أموره ومش بس هيك دائما بنشوف إنه هاي الناس اللي أنا يعني هي مش مقبولة بمجتمعاتنا أنا ما عم بحكي عن السويد نحن نحكي إن هذا المسلسل عربي يعرض في الدول العربية مش في السويد فبالدول العربية هاي الفكرة مش مقبولة فبتلاحظ بدسوها بقلب المسلسلات وبيعطوها دائما إنه هو شخصية منيحة شخصية طيبة لما تقع هاي مشكلة بروح هو اللي بيتصرف من عنده وبينقزها وبضلعها عشان شو المشاهد يتعاطف معه ويصير يحب هاي الشخصية إنه يتقبل فكرة إنه هو شخص مثلا مثلي أو شخص غيره فالمسلسل في بكير أفكار مش كويسة ومثل من أقبح شي بالمسلسل هو إنه غير واقعي أصلا يعني تلاقي شخصيات غير واقعية يعني لا هي بتشبهنا ولا هدول بيشبهونا ولا هدول الرجال أصلا بيشبهو المجتمعات العربية ومش بس هيك مش واقعي يعني دايما بيفرجيك إنه مسلسلات القديمة كانت تحكي عن الفلوس إنه كيف الرجل بده يكون نفسه وكيف المرة بده تتعب وتكافح بده تبني نفسه لأنه إحنا مجتمعاتنا في عنا مشاكل اقتصادية بينما هاي المسلسلات الجديدة صارت دايما بيفرجيك إنه الفلوس أبدا مش مشكلة الفلوس أصلا موجودة الكل غني الكل مرتب ولكن التركيز حيكون على أمور تاني فما في واقعي بالمسلسلات فتلاقي بكتر التركيز على التفاهات وعلى الانكايات والانكاية دي وكيد النسوان والتفاصيل وهي الأمور يدي سطحية جدا ما بجي بغير خراب الديار هذول مثل شايفين قدامكم لا هذول يبتشبهنا ولا هاي بتشبهنا ولا هاي بتشبهنا ولا هاي بتشبهنا ومفرجيك صنف أصناف من النساء مسترجلين جدا وكيد ولؤم وحقد ومؤامرات يعني هذول هذول مستحيل مستحيل يبنوا أسرة أو يبنوا بيت أو يتسلموا أصلا طفل يربوا يعني هذول لو عنا بالسويد هون كان يسحبوهم دغري الأطفال كان السوسيال دغري يسحبوهم هون في عنا كمان فيلم اللي هو سمير وشهير وبهير لأسف هذول الممثلين بتحس في عندهم أجندة مشروع راشيين فيه اللي هو تدمير المجتمع إن كان كريم فهمي أو إن كان هذول بعض الشوى سميهون المهم الفيلم بيفرجيك دائما إنه هذول بيركزوا على فكرة إنه الشاب بيتحول لبنت والبنت تتحول لشاب فبتحس فيه تمهيد لفكرة التحول الجنسي بمجتمعاتنا فبيفرجيك إنه دائما إنه هذا شاب فجأة تتحول لبنت فبيكون طبيعيا رح يكون هو شكله من بره الرجال صح؟ فبيكون فيه بنت تانية بتحبه من بره أو العكس فالمهم الفيلم بيفرجيك فكرة إنه كيف رجل ورجل ممكن يحبه بعض وكيف بنته بنت ممكن يحبه بعض ويناموا بنفس التخط وهكذا صحيح إنه هني من جوة بيكون يعني هو بيلعب على هاي الشغلة إنه إنت كمشاهد عارف إنه هو مش بنت هو شاب بس هداكم فكره إنه هو بنت يعني عقلك بيستوعب الفكرة بيشوف الفكرة إنه إنت بالآخر عم تشوف فيه شاب وشاب بعضين بنفس التخط أو عم بيحبه بعض وبنته بنت نفسي شي هذا الممثل في عنده فيلم تاني عامله اللي هو بيفرجيك إنه لما الرجل يكون حامل هذا نفس الممثل يمثل بهذاك الفيلم كمان فرجيك لما الرجل يكون حامل هاي طبعا يعني ذكرني بهذا النائب الأمريكي اللي ما قالوا له طب إنت جاوبنا هل الرجل ممكن يحمل يصير حامل قال له أيضنه ما بعرف يعني ممكن عشان شوفوا التخلف والأفكار اللي عم تمنشرة بالإعلام عندنا وبمجتمعاتنا آخر شي يجب أختم فيه هو هذا المسلسل اسمه صالون زهرة للأسف كمان فيه أفكار هادامة جدا 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 وتافح جدا 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 بيفرجيك إنه غير إنه بيفرجيك إنه الرجال كلهم بيربدوا ورا هاي المرأة وهني مثل كلاب جنس ومعندونش كرامي أبدا كأنهم ممسحة بتدعس حليهم أي أنثة الأخطر من هيك بترجيك المسلسل الإمرأة المسترجلة يعني هاي إمرأة بترجيك إنه هي مرة بألف رجل هي رجال يعني إن كان صوتya عالي إن كان هي اللي عاملة فتوط الحي هي الملطجية بالحي هي بتحل المشاكل هي اللي بتسكت هذا وتخرص هذا وهي اللي بتنهم الحي من المغرب وهكز predict هي هاي عاملة رجل الرجال بالحي هي شرط الحي هذا الشي طبعا بعيد جدا عن مجتمعاتنا من نعمة إحنا في عمنا إمرأة فارجيك أنه الرجل هو امرأة وهذه الامرأة هي رجل هي الشرطة هي البلطجة هي الفتوة هي اللي بتصوطه عالي وهي اللي بتشردح وهي اللي بتصرخ المرأة المسترجلة اللي بيختصر فعشان شوفوا كيف أنه هاي نبذي عن مسلسلات الأفلام القبيحة جدا القذرة جدا المليئة بالقذورات يلي عم تنتشر بعشاشاتنا العربية والإسلامية وطبعا هاي بعض الأمثلة ولكن أنا بأكد لكم مليان 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 من هاي الأفكار الهدامي ومسلسلات التافهة اللي ما بتنشر غير السطحية التفاهة والقذورات والأفكار اللي ما بتشبهنا أبدا والأفكار الهدامي جدا لمجتمعاتنا غير وقعية أصلا يعني ولكن هاي الأمور لما تنتشر على التلفزيون تأكدوا إنه إحنا عم نشوفها غريبة هلأ ولكن بعد عشرين وثلاثين سنة إذا لم يتم تدارك الموضوع صدقوني رح تصير شوارعنا كل هاي الأفكار رح تصير موجودة بالشارع رح تلاقي المرة ماسكة موس والبنت لابسة بمطلون وعم آزة عم تخانق بالشوارع وعم بتسوق مش عارف شو وبتصرخ على هذا بتضرب بهذا وبتلاقي الرجل ممسحة وبلا كرامي يمكن تلاقي بعد فترة الرجل يصير يقعد بالبيت والمرأة رح تطلع تشتغله بس فالله المستعى ندير معكم حالكم وكم معكم خالد والسلام عليكم اشتركوا في القناة